مونديال أوروبي بامتياز بمشاركة أغلب عمالقة أوروبا وبعدد منتخبات يصل لأول مرة إلى 24 منتخبا منتخبات عدة ستكون في الموعد من أجل دفاع عن حظوظها ألمانيا حاملة لقب العالمي إضافة إلى إسبانيا الجريحة الساعية لتعويض إخفاقها موندياليا دون تقليل من قدرة بلجيكا وإيطاليا وفرنسا مستضيفة الحدث السنة في بلجيكا ستحصل لعيبك تلعب في دورك كبيرة عندك الدور الإنجليزي مثلا منشستر سيتي أو تشيلسي ممكن دي براون سيكون له مستوى فظيع مع بلجيكا السنة في هازارد بعد نفس الشيء في نفس المجموعة فرنسا ستحصل برضه والأرض والجمهور سيساعدوا فرنسا كتير أو أنهم ممكن يتجوزوا الأدوار دور الأول دور الثمانية ممكن يوصلوا للنهاية كمان مجموعة ألمانيا مهما تقول أن المنتخب الألماني كان مجموعة سهلة أو صعبة ألمانيا حتحصل فريق متكامل في كل حاجة كان دفاع خط وسط هجوم ألمانيا وإسبانيا النهائي إن شاء الله وإن شاء الله يأخذوا ألمانيا بصراحة اللعيب اللي بشوفهم يعني في مستوى جيد الحين في المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني المنتخبين دول بيعتمدوا على ناديين اتنين في كل منتخب إلى جانب المنتخبات لاعبون من طراز رونالدو وغارث بيل وحزارد ونجوم المنتخب الإنجليزي مثل جيمي فاردي والسلطان السويدي إبراهيموفيتش إضافة إلى الفرنسي أنتوني جريزمان وقائمة طويلة من النجوم ستصنع الفرجة بامتياز أتوقع قرث بيل طبعاً توفيق كستانونادو مع المنتخب بطغالي قرث بيل ممكن أوزيل المهاجمين فريق إنجلترا هاري كين وجيمي فاردي من المهاجمين المتميزين الصراحة في أوروبا يعني مع المنتخب إنجلترا عن النهاي بيكون فرنسا وألمانيا بس بيكون أعتقد فرنسا أقرب على اللقب يعني وأعتقد اللاعب اللي حيبرز في البطولة قارث بيل قد تكون الطواحين الهولندية الغائبة الأبرز من المنتخبات والفرنسي كريم بن زيمة على صعيد اللاعبين ولكن ذلك لن ينقص شيئاً من البطولة التي يتوقع لها عشاق الكرة أن تكون الأفضل على مر تاريخها ترجمة نانسي قنقر